بسم الله الرحمن الرحيم بخصوص قرار اللجنة الخاصة ببحث ملفات الجنسيات المسحوبة ومعالجة كثير من التظلمات بهذا الخصوص الحقيقة احنا اتفاجأنا بقرار اللجنة بتحديد تاريخ معين اللي اهو بعد التحرير ما قبل الغزو وما قبل التحرير مع الاسف كان هناك ايضا جناسي مسحوبة وهناك تظلمات واعتقد انهم احق من غيرهم بدراسة تظلماتهم بخصوص سحب جنسياتهم لانهم عانوا ايضا بفترة اطول وكان السحب سحب بسبب اراء سياسية لا غير خاصة في الثمانينات وفي منهم من سحبت جناسي لان كان لموقف ضد صدام حسين في تلك الفترة ايام الحرب العراقية الايرانية كان هناك البعض له موقف من صدام حسين وسحبت سحبت جنسياتهم على اعتبار ان العراق كانت دولة شقيقة وعربية الى اخرة فسحبت الجناسي هؤلاء اولى بدراسة تظلماتهم واولى باعادة جناسيهم لان القضية كانت تتعلق بمواقف رأي ورأي سياسي والقضية مثل ما اذكروا بعض الاخوان يتحمل المسئولية رئيس مجلس الامة وسمو رئيس الوزراء يتحملان المسئولية بخصوص هذا القرار الخاطئ والمجحف وعكس توجهات سمو الامير سمو الامير لما اجتمع مع مجموعة من الاخوة النواب اكد على قضية العدالة والمساواة في دراسة ملفات الجنسيات المسحوبة وان تكون من جميع الفئات وكل من سحبت جنسيته وبالذات بسبب الاراء السياسية وتطبيقا لتوجهات سمو الامير يجب ان يعاد النظر في هذا الموضوع واذا لم فعلا يعاد النظر انا اتصور هناك مجموعة من نواب لهم موقف تجاه هذه القضية شاكرين لكم والله يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر